تختتم اليوم اعمال مؤتمر جوبا للسلام في جنوب السودان ويعقد المؤتمر برعاية الحركة الشعبية لتحرير السودان ويضم الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم هو ابرز المقاطعين للمؤتمر وقد اتهم القائمين عليه بتشكيل تحالف على حسابه وهو ما نفته الحركة الشعبية التي اكدت ان المؤتمر يهدف الى مناقشة التحديات السياسية والامنية التي تواجهها البلاد فيها يجتمع رؤساء نحو عشرين حزبا سياسيا في السودان بدعوة من رئيس حكومة الجنوب ونائب رئيس الدولة سالفاكير هنا في مدينة جوبا عاصمة الجنوب تتكاثر القضايا والمشكلات على طاولة المؤتمرين مع انطلاق الاجتماع في غياب الحزب الحاكم ورئيسه عمر البشير والحزب للتحادي الديمقراطي وزعيمه محمد عثمان المرغني ينعقد المؤتمر والبلاد تواجه خطر التشضي داخليا والتدويل خارجيا ينعقد بعد شهور من الاخذ والرد حول مدى نجاحه او اخفاقه ازمة دارفور واتفاق نباش الهش بين الشمال والجنوب واول انتخابات عامة منذ اكثر من عقدين والاستفتاء العام حول استقلال الجنوب والازمة الاقتصادية هي العناوين التي تكسو المؤتمر الذي تنظم الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة الجنوبية سابقا والشريكة في الحكم حاليا وليس سرا ان الحزب الحاكم ابدى معارضته للملتقة ولقد ظهر ذلك واضحا في تصريحات واتهامات متواترة يرى حزب البشير المؤتمر مشروع مؤامرة لمحاكمة النظام وتشويه صورته وكان القلق باديا من المآل النهائي لهذا المؤتمر ويبدو ان تأكيدات المنظمين ان الملتقة لا يهدف الى عقد تحالفات ولكنه لمناقشة استحقاقات لم تفلح في تبديد قلق الحزب الحاكم اتجهت المعضلة السياسية وازمة الثقة بين الاحزاب السودانية الى مزيد من التعقيد بعدما فتح اتفاق حزب الامة القومي المعارض بقيادة الصادق المهدي مع حركة العدل والمساواة المتمردة في درفور بابا جديدا للتكاهنات بشأن مزيد من التحالفات في مقبل الايام البعض اعلن عن استعداده ان يسير في الاتجاه ذاته البعض الاخر اعلن ولو تلميحا عن تأييده لتحالف قوى المعارضة دعما لسلفاكير نكاية في البشير الملاحق دوليا باتهامات ارتكاب جرائم حرب في درفور ولا تزال الهوادس السياسية والامنية تقف بالمرصد للسودان احمد ناهر بي بي سي ترجمة نانسي قنقر